ما هي الخلفية الفكري؟ هؤلاء اعتمدوا على آراء الشيخ ابن تيمية الشيخ ابن تيمية في أكثر من مجال خالف أهل السنة والجماعة خالفهم حتى في التوحيد مدرسة ابن تيمية وأهل السنة والجماعة بل كافة المسلمين هناك مفارقات كبيرة جدا واحدة منها في التوحيد بل أشياء في التوحيد وواحدة منها هي قضية مسألة البناء على القبر والقباب على القبر ما أريد أن أؤكد عليه بأن هذه الفئة ما نعبر نحن الآن عنه بالتعبير الدارج الوهابية هؤلاء لا يمثلون أهل السنة والجماعة فضلا عن الشيعة وفضلا عن الإباضية هؤلاء هم مذهب مختلف في العقيدة وفي روع الدين أيضا يختلف عن أهل السنة والجماعة ومن أهم المفارقات بينهم وبين أهل السنة والجماعة قضية البناء على القبور والقبة على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم